درسنا اليوم عن المحدد في منقول المصفوفة إذا كان لديكم مصفوفة 2 ضرب 2 مثلاً A, B, C, D والمحدد يساوي AD ناقص BC اكتبوا الآن منقول المصفوفة ثم حاولوا معرفة محدد منقول المصفوفة منقول المصفوفة يساوي AC, B, D تصبح الأعمدة في منقول المصفوفة صفوفاً ومحدد منقول المصفوفة هو AD ناقص BC لاحظوا أن المحدد في كلا الحالتين نفسه هذا يعني إذا كانت لديكم مصفوفة 2 ضرب 2 محدد المصفوفة ويكتب DET يساوي محدد منقول المصفوفة استخدموا الآن البرهان بالاستقراء الرياضي لإثبات أن هذه القاعدة يمكن تطبيقها على أي مصفوفة N ضرب N البرهان بالاستقراء هو افتراض شيء معين صحيح وفي هذا المثال افترضوا أن هذه القاعدة صحيحة لأي مصفوفة N ضرب N مثلاً إذا كانت المصفوفة B مصفوفة N ضرب N افترضوا أن محدد أي مصفوفة B يساوي محدد منقول المصفوفة B ثم حاولوا إثبات صحة ذلك إذا كانت لديكم مصفوفة N زائد واحد ضرب N زائد واحد إذا أثبتتم أنه يمكن تطبيق هذه القاعدة على مصفوفة N ضرب N ومصفوفة N زائد واحد ضرب N زائد واحد هذا يعني أنه يمكن تطبيقها على أي مصفوفة اكتبوا مصفوفة N زائد واحد ضرب N زائد واحد مثلاً المصفوفة A مصفوفة N زائد واحد ضرب N زائد واحد استخدموا الحرف M للإشارة إلى N زائد واحد إذن مصفوفة M ضرب M وتساوي A واحد واحد A واحد اثنان إلى A واحد M أي لديكم عدد M من الأعمدة والصف الثاني هو A2-1 A2-2 A2-3 إلى A2-M والصف الثالث A3-1 A3-2 A3-3 إلى A3-M إلى الصف M أو N زائد واحد أكتبوا الآن منقولة A وهو مصفوفة N زائد واحد ضرب N زائد واحد أو M ضرب M تصبح المصفوفة في منقول المصفوفة أعمدة وبالتالي العمود الأول هو A1-1 وA1-2 إلى A1-M والعمود الثاني هو A2-1 A2-2 A2-3 إلى A2-M والعمود الثالث A3-1 A3-2 A3-3 إلى A3-M والعمود الأخير هو A1-M هذا ما نقول المصفوفة A ما هو محدد المصفوفة A؟ محدد المصفوفة A يساوي A1-1 ضرب محدد المصفوفة الجزئية لـ A1-1 هذه المصفوفة الجزئية A1-1 ناقص A1-2 ضرب محدد المصفوفة الجزئية لـ A1-2 إلى سالب 1 أس 1 زائد M ضرب محدد المصفوفة الجزئية لـ A1-M حاولوا الآن معرفة محدد منقول A بإمكانكم استخدام الأعمدة بدلاً من الصفوف عند إيجاد محدد منقول المصفوفة أما بالنسبة لمحدد المصفوفة استخدمتم الصفوف استخدموا العمود الأول في منقول المصفوفة وبالتالي محدد منقول A يساوي A1-1 ضرب محدد المصفوفة الجزئية ما هي المصفوفة الجزئية لـ A1-1؟ إذا حذفتم هذا الصف وهذا العمود يتبقى لديكم هذه المصفوفة ما العلاقة بين هذه المصفوفة الجزئية والمصفوفة الجزئية في المصفوفة A؟ لاحظوا أن هذا الصف من A2-2 إلى A2-M هو نفس العمود الأول في هذه المصفوفة الجزئية والصف من A3-2 إلى A3-M هو نفس العمود الثاني في هذه المصفوفة الجزئية والصف الأخير هو نفس العمود الأخير هذا يعني أن هذه المصفوفة الجزئية هي منقول المصفوفة الجزئية الأصلية إذن A11 ضرب محدد منقول A11 ناقص A12 ضرب محدد منقول A12 لأنه إذا حذفتم هذا الصف وهذا العمود يتبقى لديكم هذه المصفوفة الجزئية وإذا حذفتم هذا الصف وهذا العمود في المصفوفة A يتبقى لديكم هذه الصفوف والأعمدة لاحظوا أن هذه الصفوف هي نفس هذه الأعمدة إذن ناقص A12 ضرب محدد منقول A12 هذه المصفوفة الجزئية تساوي منقول هذه المصفوفة الجزئية إلى زائد سالب واحد أس واحد زائد M ضرب محدد منقول A1M لأنه إذا حذفتم هذا الصف وهذا العمود يتبقى لديكم هذه المصفوفة وإذا حذفتم هذا الصف وهذا العمود في المصفوفة الأصلية يتبقى لديكم هذه المصفوفة تذكروا أن المصفوفة A مصفوفة N زائد واحد ضرب N زائد واحد وافترضتم أنه إذا كانت المصفوفة N ضرب N محدد B يساوي محدد منقول B وهذه مصفوفة N ضرب N وهذه مصفوفة N زائد واحد ضرب N وهذه المصفوفة أيضاً ولكن هاتاني مصفوفتا N ضرب N وبالتالي إذا افترضتم في المصفوفة N ضرب N أن محدد المصفوفة يساوي محدد منقول المصفوفة هذا يعني أن محدد منقول A يساوي A1-1 ضرب محدد منقول A1-1 ولكن تستطيعون استبداله بمحدد A1-1 لأنهما متساويان ناقص A1-2 ضرب محدد A1-2 إلى زائد سالب واحد أس واحد زائد M ضرب محدد A1-M لاحظوا أن هذا الخط هو نفس هذا الخط إذن محدد A وهي مصفوفة N زائد واحد ضرب N زائد واحد يساوي محدد منقول A على افتراض أن هذا صحيح لأي مصفوفة N ضرب N وهكذا أثبتتم صحة هذا الافتراض لأنكم أثبتتم صحة الحالة الأساسية وهي مصفوفة 2 ضرب 2 وأنه إذا كان صحيحا لأي مصفوفة N ضرب N فإنه صحيح لأي مصفوفة N زائد واحد ضرب N زائد واحد وبالتالي يمكن تطبيق هذه القاعدة على أي مصفوفة N ضرب N وبهذا ينتهي درسنا عن محدد منقول المصفوفة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر